السلام عليكم ظلاب الثاني متوسط مع المراجعة المركزة ليونتي ثري قبل امتحان نمو النص السنة ان شاء الله اول شيء اتكون فتحوا ليونتي ثري على صفحة 28 هنا شوفوا طلر هنا بس تراجع على معاني كلمات وكذلك بلسنتو ايضا معاني كلمات لسنتو بكلمات دير بالك عليها بيجينرز اكس ادبانزد هاي املاك بيجينرز مبتدئين وادفانزد المتقدمين لازين لازن ثري محادثة بس مراجعة شافوي معاني لعبة كرة السلة شافوي بس معاني لحد وين الشغل جايك عندك باب الوان ولوست وعندك بيت وعندك لوستو دير بالك معاكسات وان اكس لوست اللي هي وين يفوز وان اكس لوست بيت لوست تو هنا رح اوضحها بعد شوية هذي زين اذا هاي الكلمات اريدك تراجع ليها هزين بالنسبة للسن فايف هذي حسب توجيهات شوفوا يحد الان توجيه رسمي ماكم شوفوا اساتي ذاتكم اش قال لكم هذي المفروض مطلوبة تجعلها اسئلة واجوبة واهم شي الاسئلة جواها هذي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة استسبة موجودة حلولها بالملزمة واهم شي تأكد لي والصحح لي انه شنو تمثل هاي الحلقات هاذا الجواب هاذا الجواب زين عندك هذي ايضا اذا اساتذتكم قلولكم داخله فالاسئلة عليها مطلوبة اذا قلولكم لا بسمعاني ما تجعلها اسئلة قطع فاحنا حاليا عدنا هذي وعدنا هذي حسب توجيهات مدرسيكم كتاب رسمي لحد اليوم شهر الواحد وثلاثة وعشرين ما اجا حدد يا قطع اللي هي لازم تدخل وياغلي بس نشاط صفي فهنا يجوز يجيبو لكم من اي سؤال زين ست بالنسبة لليسن ثوري بيش ارح نرجع لها بعد شوية لسن ايد شفوي كله والراوند اب تراجعها جملة جملة مهمة خاصة النقاط الاربعة خمسة الاولى كلش مهمة زين وضحينا الشرح افتي ستودن بك وطلع كل شفوي ما عدا القطعة مع القراءة انتبهوا اياي شغلك كله بالاكتيفتي اول لسن عندك العاب رياضية حل المفصل موجود بملازمكم وبفيديوهات سابقة الكلمات اللي اذا عندك ران وجامب وثرو يرمي ويقفز ويركض ممكن ش تكون يا رياضة شوف الحلول اللي عندك الفوليبول والفوتبول والغير رجع هنا هذا الاساس باليونت شوكت استخدم للرياضة كلمة دو دو سبورت دو جودو دو بوكسنج بينما بلاي فوتبول بلاي تنس بلاي تشس شطرنج زين ليش اقول غو سويمينج هذا الرح اوضحها الاساسي ويا من نقول دو ويا من بلاي ويا من نقول انتبهوا يا ايا اول شي عندنا شوف غو نستخدمها مع الرياضة اللي منتحية باي انجي ما عدا بوكسنج بوكسنج اقول دو بوكسنج دو بوكسنج اذا غو سويمينج غو رافتي ورا اي انجي ما عدا بوكسنج واضح اثنين بلاي بلاي تستخدمها اذا اكو بول كرة او اذا لعبة بين فريقين ليش قلت لك بلاي تشس شطرنج فريقين فنقول بلاي يلعب اما الدو مع الرياضة اللي without equipment بدون معدات جسمك يعني مثلا جمناستيك دو جمناستيك جو دو دو جو دو حتى البوكسنج انا دو بوكسنج زين ست هذا التمرين او خلي اوصل لا الاول نجي نتصفح شنو المهمات صفحة واحد واربعين طبعا هذاني مهمات صفحة اربعين صفحة واحد واربعين تمرين رقم اربعة مهم جدا حلو لاعتكم يقول يا فعل وين احط القو وين احط الدو وين احط البلاي اول واحدة يقولك no equipment بدون معدات اش راح تحط دو الثانية يقولك teams فرق او بها بول كرة راح تقول البلاي والثارثة يقولك sports that end with ing كلش مهم خمسة نشاط صفي يعني بالشفوي يجي صفحة ثين واربعين lesson two سؤال الاول شفوي نشاط صفي سؤال الثاني مهم جدا املاء كلمة املاء خطأ تكتب املاء صحيح الحل بالملزمة موجود ثلاثة نشاط صفي اربعة وصل لانه جودو لازم اختار تكملة بها دو فرح تقولي I have never been لا I have never done I have never done مضارع تام يعني ابدا ما مسوي جودو قبل اذا الصحيحة رقم اثنين how good are you at basketball كرة basketball كرة السلة ما طول كرة لازم اختار منه play فاش راح اقول I have never played it رقم ثلاثة اما c المهم هنا انتي do you enjoy skiing التزلج تزلج skiing يعني go شو ما كو gun السبب اذا شيحنا ما مسوي ما يصد نقول gun نقول بين شلو من جنة قبل اتكون بالاول I have never been to japan هنا راح اقول I have never been before ما مسويها قبل اذا التمرين اربعة مهم وصل او correct يعني صحح ممكن يجيبه اربعة اربعين كله شفوي خمسة واربعين اهم تمريم باليونت رقم ثلاثة مو تجي تصير شاطر وتقول ايه راح املى الفراغات رأسا go play do لا لا مو هيش انت قرر go لو play لو do بس حطها بالزمن الصحيح يعني اذا الجملة بيها yesterday او last او ago ماضي اقول goal اقول وينت اقول do اقول did زين اذا الجملة مضارع تام لازم تكتب تصريف ثالث للفعل اذا الجملة ماضي مستمر لازم تحط was aware وتطي ing التمرين كتبته كامل لاهميته الجوان نفس التطبيق اليعتبر شفوي هذا المهم زين شرحي لنا يا ستي باوى امي i never وجود never تدل على انه شنو ever never just yet وحتى already وحتى سننسوا for ذات الذكرون شقلنا مضارع تام فاعل have او has زائد بيب يعني فاعل لو have لو has زائد تصريف الثالث volleyball كرة يعني play زين شرح اسويها حقول i have never played volleyball اوكي be i فراغ judo is judo judo يعني do judo مو ننتظر yesterday i did judo yesterday i can't فراغ انا كانت شنو الجملة كانت مكتبتها كلها تعجزة i can't come out this evening ما اقدر اطلع اياكم اليوم اصلا انا متواعدة عندي جيمناستيك بالسبعة ليش حالها غريب ما تحق تنعبي شغلة تعلموها اذا اتكم شيء مخطط له بالمستقبل تسووه حدد لكم ساعة قال لكم موعد رح يصير به يعني انتم مخططين مسبقا بدليل اعتذرتم ما تقدرون تطلعون اليوم لان اتكم تخطيط مسبق اتكم موعد فهاي الجملة تكتب بالمضارع المستمر ليش للمضارع المستمر نستخدمه من نريد نعبر عن شيء رح يصير بالمستقبل وإحنا مخططي له مسبقا نسميه arrangement تخطيط مسبق فرح تنكتب الجملة سي و دي بالمضارع المستمر اللي هو is أو are أو am زائد ing بمعنى انه شيء مخطط مسبقا يعني بقصد المستقبل موش هسه دي يصير فرح نقول i gymnastic هي do فتقولون i am doing gymnastic swimming رح تقول ولي go رح تقول i am going swimming عبك ثقيلة بالإذن بس يا صح i am going swimming this afternoon this afternoon محدد موعد at seven محدد موعد أما the boys إذن هنا التخطيط المسبق استخدمنا لمضارع مستمر the boys فتبول وين ادنى وين وإجا قبلها حدث أطول وإجا وراها حدث أقصر زمن الجملة ماضي started إذن هذا شلازم يكون رجعوا بالذاكرة رجعوا للفيديو مو قبل ما لليونت رجعوا لمالة يونت وان رح تقول ماضي مستمر وز وير وآي انجي فرح نقول the boys وير والفوتبول play فتقول the boys وير playing فوتبول وين من مضرة شرحت بالتفصيل لأهميتها زي وطبعا مشروح بالفيديو سابق أربعة مثل ما قلت لكم الحشي المهم بتلاثة وهذا يعني نشاط صفي عندك 46 تراجع الفيديو القبل ورقم بي مكرر نفس المكتوب بس تشلي رقم واحد جدا مهم راجع درجات المقارنة طولر سمولر بي ما طول عندكم ذان فعندكم درجات مقارنة نتبهوا علي مهم زي شنو عندنا هنا شلون نقول الرقم مشروح بفيديو سابق ومهم بعد هذا كل نشاط بالصف بتجي على 48 مثل ما قلت لكم ال رقم واحد مهم جدا اللي هو what the winners gate شنو الاشياء اللي حصلون عليها الwinners الفائزين medals ميداليات happen take place يحدث حلونها كلها بالملزمة بس كل ش مهم زي ورا شون نقول السنين مشروح ومهم جيت على التكملة نشاط بس هاي كتابة السنين مطلوبة رقم 3 الباقي نشاط صفي يعني ما عندي شي ينقرأ بالتحرير اولمبك ستارز إذا أساتي ذاتكم ومدخليها بالامتحان فهي الأسئلة مهمة زي والوراء اكتب عن رياضي مشهور عندك نموذج بالملزمة وإذا تعجبك تكتب عن غير رياضي بكيفك مطلوب هذا مكرر كل نفسه وصلنا إلى صفحة 52 changes changes من استخدمنا used to جدا مهم شون السيت رح تجيبه what kind of a person are you confident واثق من نفسي the opposite of shyness عكس خجل هو confidence ثقة بالسيئي عندك الحل بالملزمة وعندك practice ما معنى practice practice معناها train على مود نختم الدرس ونقول كمنا إن شاء الله أذكرك بأم أنت تتكلم عن شي كان يحدث بالماضي وتغير رح نقول هذا نستخدم used to used to اعتاد على فاعل يجي وراء used to زائد فعل مجرد إذا نفي didn't use to مجرد زين I مثلا work hard but now I am very lazy صار كسول هس دخل used to وش رح تقول I used to work مثل ما شرحت لك سابقا used to ينزل الفعل مجرد وراها I not be so healthy but now ولكن اليوم الآن I am healthy صحة جيدة I بنفي قول didn't used to be مثل ما شرحت لكم يا قبل فترة قصيرة إذن عندك هنا تطيني جمل موجود حلة بالمنزمة مطلوب مهم واحد واثنين والمربع الرصاصي تقرأ بالنسبة لثلاثة هيئك لكتابة الإنشاء الإنشاء المطلوب مالتكم رياضة غيرت حياتك اليوم فالإنشاء المطلوب يقول write about why people should do sport ليش الناس تلعب رياضة مطلوب وموجود بالمنزمة و write about a sport you do أو play اللي changed your life غيرتك فهذا الإنشاء المطلوب وين موجود ست بما لازم منه ومشروح بفيديو سابق بالنسبة لصفحة 54 شفاوي بس معاني 55 بس تمرين رقم 3 مهم جدا املاء شارحته سابقا حل بالمنزمة مهم جدا املاء نجي add round up round up جدا مهمة تمرين الأول والثاني والثالث ماكو مدرسة ما رح تجيب من صفحة 56 كلش كلش مهمة حلولها بالمنزمة مشروحة وحدها بفيديو وواضحة عندك كلها جدا جوني عندك true false هذه مع الكرة القدم شنو هاد عندي 4 4 صفحة 58 بس شفاوي 59 النص مطلوب ومنزلت قبل شميوم نزلت الشرح والتأشيرات مع 4 دير بالك على رقم 2 مهم الأسئلة الأربعة مال كلينر ستريد عندك أيضا صفحة 60 نشاط صفي شفاوي هنا الكتابة مثل ما حتشينا الكتابة المطلوبة رح أقول لك على شيء آخر مطلوب منك هسا صفحة 62 واحد مهم جدا 2 شفاوي 3 مهم جدا على الماضي البسيط والمستمر مثل ما على unit 1 هذا على unit 1 الاكسترا حتشينا بيها والإكسترا ما لتو مثل ما قلت لك بالفيديو ما لونت 2 إذا المدرس طالب غير تقرأ الأسئلة مالتها موجودة ما لازم كوموا فيديو عاليها 64 بس عندك تمرين رقم 2 مطلوب ومهم جدا بس تمرين رقم 2 أما بالنسبة لصفحة 65 اكتب إنشاء عن أحد الموضوعين لو التغيرات بمدينتك 5 years ago changes in your town since 5 years ago what changes in your life since you started a new sport نفس الإنشاء اللي قلتك قبل شوية وهنا انتهت المراجعة المركزة وانتهينا من الفصل الأول بكتاب الثاني متوسط نلتقي إن شاء الله بمادة الفصل الثاني Thank you